شوفوا الفكر الرائد كان فين يعني في الحقيقة حضرتك فتحت موضوع كمان يخلينا برضو دايما النادي الاهلي ميزة تاريخه أن تاريخه متسلسل ومترابط وبالتالي استدامة قيم ومبادئة عندما نتحدث عن القيم الآخرين بينزعجوا كثيرا عن كلمة قيم النادي الاهلي ومبادئة النادي الاهلي أنت حضرتك هنا حطيت يعني جبت سنة تاريخي سنة تاريخي لأن النادي الاهلي كان حريص على حكتين أول المخطوط العشاشة ده دكتور نشر الميزانية بالأرقام نشرها الشفافية والنزاهة منذ الناشئة وصناعة القرار أيضا وديناميكية القرار تعود للجمعية العمومية منذ الناشئة اللي احنا النهاردة جايين نأكد عليه حرصنا على أن الجمعية العمومية هتبقى موجودة وبقوة وبكسافة كبيرة جدا لهذه المرة يوم 26 هنا بس كمان استرعاني حاجة جدا أن النادي الاهلي بس مش بيتواصل بس مع أعضاء ده هو كمان عايز ينشر ثقافة الرياضة في هذا المجتمع كوحدة من مكونات النظام الاجتماعي المصري اللي عمالة تروح للحلقة الثالثة في الكلمة المكتوبة على بوابات النادي الاهلي دلوقتي تاريخ مبادئ تطوير والنادي الاهلي طور هذه الفلسفة في الحقيقة في إنشاء مؤسسة مجتمعية تتولى مسئولية النادي الاهلي تجاه المجتمع ده مش بس كده ده الاهلي حط لها سلوجين يعني جميل جدا جميل جدا وبيعزز قيم الرياضة قيم الرياضة أن الاهلي للجميع أيضا للجميع وبالتالي حرص في الحقيقة رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الموقر برئاس كابتن محمود على إنه يضم لها أيضا رموز من مختلف الرياضة المصرية بقى موجود في عضوية مجلس الإدارة الكابتن على بو جريشا موجود أيضا الكابتن الرمزي الأوليمبي الجميل الكابتن محمد رشوان ده النادي الاهلي اللي بيعي دائما وقضية كلمة يعي يعي أحد التحديات اللي بتواجهنا في الدولة المصرية اللي بيأكد عليها زي ما ذكرت فخامة السيد الرئيس قضية الوعي النادي الاهلي يعي دوره تجاه مجتمع ودوره تجاه لا ينشغل النادي الاهلي بتحدياته التي تواجهه في الداخل ولكنه أيضا ينشغل أيضا بالتحديات التي تواجه الوطن تحديات التي تواجه الوطن وبالتالي أنشأ هذه المؤسسة اللي هي استدامة لما حضرتك أشرت إليه تاريخيا قضية نشر المعلومات لأعضاء النادي الاهلي مش بس النهاردة أن احنا أعضاءنا كبار وزادوا ده هم زيدين من البداية النادي الاهلي بدء قوي وأيضا سوف يستمر قويا إن شاء الله بعضاء وبجمهير العريق اشتركوا في القناة